اشتركوا في القناة او لا. اه تمام في ناس دخلت وحكوا لي وين الطاووس اللي اشتريته من الكلام هذا. فالوصف تبع الفيديو هل ابو ادم اشترى طاووس او لا يعني. مش ابو ادم جاب طاووس. اه تمام? وبعدين في علامة اللي هو اللي بيفكر هل ابو ادم اشترى طاووس او لا. تمام? حبابي بدنا نخش في الموضوع. اه طبعا ان شاء الله اليوم ننتكلم على كذا موضوع وان شاء الله تفتحوا لي ودانكم شوية هيك على اساس انه انتم مطمروش في في المشاكل اللي انا هحكي لكم اياها. اه بسم الله من شاء الله هادي الفرخة اللي باضت عندي وانا كنت جمع البيض من الكلام هذا ورجطت عليه بسم الله ما شاء الله هي اول بطن لالها اه تجريبا. اه في ناس كتير من المشتركين هقول احنا عملنا زيك ورجطت عنا ونفس الكلام ومية المية ويعني يخلف عليك وشكرا وكتر الله خيرك. انا بكون سعيد اه لما اسمع الكلام هذا انه انتم بتسمعوا وبتعملوا عنكم زي ما انا بعمل عندي وبوصف لكم اه عندي واحدة بوحدة. تمام? اجه هالجيتا اللي هو معاد انه احنا نكشف على البيض ونشوف فيه جنين او ما فيش فيه جنين. تمام? بس قبل ما نعمل القصة هادي ياريت احنا اه ناخد بعين الاعتبار انه كل ما كتر البيض عند الانتايا وهي ركض عليه اه كل ما خف اللي هو اه وقت اللي يعني طول وقته هو لما يفجز تمام? فهو يستحسن يعني من اه خمسة عشر بيضة اه لطمنتاعش. صراحة انا عندي بخليه اربع عشر او اتناعش. تمام? اه طبعا انا حطت تحتها اللي هو اتناعشر بيضة. وطبعا عشان هي لسه اول مرة. فهي يعني مش حضناهم كلهم. فتوي انا لقيت اه بيض موجود هنا وموجود هنا. فرجعت لحضنها اه تمام? اه على اساس انه هي اول مرة يعني تحضنه من الكلام هذا. فا ياريت احنا في اول حضن عنا ما نكترش للانتايا اللي هو البيض على اساس انه هي تحضن البيض كله وما تسيبش بيض ويخرب ونرجع نقول اتذكر ما كسرش. اه ايش الخلل? لا. الخلل انه انت ازا كترت بيض مش هتحضن عليه يعني مش هتحضنه كله. وحتسيب منه. اه طبعا احنا قبل ما نروح برضو. نفحص اللي هو. البيض معاكم اه طبعا في قناة اه اللي هي اه فحصت قبل هيق بيض وما نفعش معاها اللي هو الفحص تباحها. فانا اه بدي ارد عليها في الفيديو هذا كمان. اه هو صراحة يعني هي حكيت اللي انا ما عرفت شو من الكلام هادي. اه قناتها حلوة كتير يا جماعة الخير روح روح وزروها وشارفوني عندها. اه هي امفارس. اه طبعا هي هتلاقوها تحت في التهلقات معلقة. اه تمام اه هي عملت فيديو برضو نفس الكلام الفحص وما عرفتش. فانا طلعت في الفيديو هذا انه انا ارد عليها كيف انه انت تفحصي اه البيض بشكل اه جيد. تمام? اه في عندنا اللي هو انتهية تانية بتبيض صراحة وانا كنت ناسي انه انا ارفع البيض من عندها. وبدأ اشوف انا هلقيت ايش جمعت? ونشوف ايش في مشاكل هل في كسور في البيض او ما في كسور. تمام? نروح نشوف. تمام? انا يا جماعة الخير انسيت ارفع البيض تمام? بدنا نشوف اكم بيضة مكسورة. تمام? هادي نسوة وغلطة مني. هادي غلطة مني يا جماعة الخير. هادي هي البيضة المكسورة تقريبا. هادي هي مش عارف ازا بتلاحظوها او لا. هايها من هنا ومن هنا. تمام? ازا بتلاحظو في بيضة صغيرة. مش عارف ممكن هادي واحدة تانية. اه فتح هنقود معها وجاية بيضة معاها. مش عارف صراحة. فانا بدي اه اشيل البيض كله. واخلي البيضة الصغيرة. ممكن هادي اول بيضة بيضاها. اه زي ما عودتكم انه احنا نشيله نحطه في مكان تاني. اه على اساس انه هو ما نتكسرش زي هادي. طبعا انا هادي مش حرميها هستفيد منها. هحطها اه اسلجها هحطها للكاتاكيت اللي عندي. اه ونشوف اشنا نسوي. طبعا انا هدول حرفحهم ان شاء الله. اه طبعا ايجي نتعليج وجلي انا اه بشوف البيض. بس بيكون اكبر من اللي هو اللي انت عندك. اه بكون يعني اكبر من الحجم هذا. تمام? فانا ردت عليه وقلت له هو هو يعني الحجم. بس انا شوية ايدي كبيرة. صراحة ايدي شوية كبيرة فببينش فيها اللي هو حجم البيضة. تمام? انا ان شاء الله هرفحهم كلهم. هخلي البيضة واحدة. وهادي ان شاء الله المطقوشة. هدي اه احسلجها واحطها للكاتاكيت التانين. تمام? الروح نشوف اشنا نسوي في الالتاية التانية. وكيف حناية نفحصها. نفحص البيضة باحها. تمام? اه ان شاء الله. قبل ما نروح يا ريت لو عجبك الفيديو تسلخ لايك. ولو اول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسيكرايب تفقيل تبقيه الجرس لقصة لكل جديد. ونروح نشوف اه طبعا انا معاي اللي هو باوربانك. تمام? هفحص عليه. بإمكاني افحص من الضوء اللي هنا وبإمكاني انه انا ازيده باضاءة. فانا بتجارب التنتين تمام? اللي بلاقيها احسن في الفحص. تمام. نشوف البيضة اللي عنا. صراحة انا ما فحصتهاش. تمام? لسه هفحصوا معاكم. بس بدي اطفي افلاش الكاميرا. وارجعلكم. تماما انا اطفيت افلاش الكاميرا وبدأ اشوف ايش اللي هنسوي هالجيتها. صراحة اه نسمى بالله. بسم الله. بسم الله. دافي نسبيا. تماما نجيب الضوء زي هيك بالشكل هادة. بنغطي عليه. بنغطي من ورا. الضوء يكون ورا. تمام? ورا. يعني البيضة قدام والضوء ورا. تمام? وبنجي بنحط ايدينا هيكة وبنعمل هيك. تمام? بنمسك الضوء في ايدينا. في الايد التانية بنقول ايش? يعني شوف الجنين اللي هنا. تمام? هادة بسم الله من شاء الله. في تكون جنين. تمام? انا صراحة شايف في عروق. ايه? بس الكاميرا مش جايبة مش عارف صراحة مش عارف ازا بتجيبه ولا لا. الكاميرا مش جايبة اللي هو. العروق والحزوز. اللي هو النطفة. تمام? هنا. انا بدي افحص اكمن واحدة معاكم. على اساس انه انتو ما تملوش برضو. اها. زي ما انت شايفين. فيها برضو اللي هو نطفة. فيها نطفة. فيها عروق وحزوز. بسم الله ما شاء الله. طبعا هادة الهوى اللي فوق. وهدا هو اللي مطرح الكاتكوت بيبدأ من عند الصفار. وهدا هو بيض بيض البيضة. اه طبعا الصفار بكون اللي هو الدورية. طبعا كلكم عارفين. بس في نص الدورية فيه زي نطفة هيكة. متشعبة فيها هيك متشعبة. زي عروق دم. وجو هيك اشي بمبط. تمام? اشي هيك بمبط. هادة هو الجنين. تمام? نفحص كمان واحدة معاكم. بسم الله. هما كلهم عمر واحد. فاندي انا مبين الحزوز بس مش عارف الكاميرا مش جايبها. تحاول انه انا اجيب لكم العروق. احاول قدر المستطاع. اركز الكاميرا في النص. مش جايبها الكاميرا بس انا شايف العروق. ممكن انتو حط لحظوها. العروق هي عريق هيو هيو مش هيك وهيك. ومتشعب لفوق. وفي عروق كمان هان هي هي هيك وهيك وهيك. صراحة منظر يعني هيك بسعد الواحد. مش عارف عنكم مش مبين بالمرة مش مبين العروق. اه بس انا هيني ردت على خايته انفارس. اه يريت انه انت تجيب الضوء تحطيه لورا. وتحط البيضة في الشكل هذا. وتفحص بالشكل هذا. تمام? بالشكل هذا انسب طريقة للي هو فحص البيض. تمام? اه يا حبابي احنا فحصنا كم من البيضة معاكم. انا ان شاء الله هفحص تاني. هبقى ان شاء الله افحص باقي البيض انا. اه تمام فيه تعليجي جانا. اه بقول انه انا ازهجت من كتر ما انا بجمع بيض ومن الكلام هذا. فرجعت كل البيض اللي هي جمعته تاني للفرخة على اساس انه هي ترجد عليه. اه وبتسألني هل هي? هتهضم البيض لما تشوف البيض اللي هي حطيته رجعته تاني. هل هي? هتهضم البيض وهترجد عليه ولا ايش تسوي? تمام انت خليكي محافظة على البيض اللي عندك? لانه زي ما انت توي شفتي انا اه نسيت ان انا عرفحهم ولجيت فيه كسر في البيض تمام? فانت رجع البيض زي ما انت كنت مساوية زي ما انا علمتكو في الفيديوهات اللي جابل هيك وزي ما انت شايفين اه رجعت تمام? وحطط لها البيض. فاول ما اتخلص هي اللي عندك اه اللي هو البيض تجميع البيض هترجد وانت تدسيلها البيض. اما انت تحطيش البيض قدامها على اساس ان هي ترجد مش هترجد هتضلها تبيض. وممكن تكسر البيض تمام? اه يا ريت ترجع تحطيه في التنك او في منطقة عاية عنها. تمام? حبايبي ارجو انه انا ما اكونش طولت عليكم ان شاء الله اكون وصلتي لكم اللي هو الفكرة. اه في اللي هو امي ام حودة. اه صراحة هي بتقول لي انت ليه زعلان مني انا مش زعلان اه مش عارف طب لايش قال زعل? يعني انا بعلق لك كل فيديوهاتك بعلق لك عليهم من الكلام هذا وبتابعك وبحبها تابعك وبشارك لك فيديوهاتك. اه بس انت مش عارف صراحة بيقول لي انت ليه زعلان مني والكلام لا انا مش زعلان منك خالته. يا امي اه لو بتزعل منك كان بلغي الاشتراك من عندك وبطلع بس انا يعني انا اكون عندك واتابعكم الكلام هذا. فالله يحفظك ويخلي لنا اياك يا رب. اه استمر ان شاء الله هيك ربنا يوفقك في قناتك. وان شاء الله كل القنوات ربنا يوفقهم يا رب. اه حبايبي بديش اطول عليكم بالفيديو هذا. ان شاء الله اه ايش عندي بصير? اه هعملكوا يا فيديوهات. وطبعا اطلبتكم انتم كمان اي حاجة بتطلبوها مني. انا ان شاء الله هعملها. معاكم عملي. حبايبي. اه بهيك احنا بنكون وصلنا لاخر الفيديو. اه يا ريت يا ريت لو عجبك الفيديو اسلخ لايك. او تنبيه الجرس لايك سلك كل جديد. هبايبي اتمروش عليكم يوم من غير ابتسامة. اكسروا الصراع للنبي. اذكروا الله يذكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.